اشتركوا في القناة نحن قد رسم الله لنا طريقا واضحا وقال لنا سيروا عليه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا فأي واحد يأتينا ويريد مننا أن نخرج عن هذا الصراط فإننا أولا نرفض وثانيا ما يكفي أننا نرفض بل لا بد أن نبين ونحذر منه نحذر الناس منه ولا يسعون السكوت عليه لأن إذا سكتنا عليه اغتر به الناس أسيما إذا كان صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة فإن الناس يغترون به ويقولون هذا مؤهل هذا مفكر من المفكرين ما هو الحاصل الآن فالمسألة خطيرة جدا وهذا فيه وجوب الرد على المخالف عكس ما يقوله أولئك يقولون تركوا الردود خلوا الناس كل له رأيه واحترامه حرية الرأي وحرية الكلمة بهذا تهلك الأمة بهذا تهلك الأمة السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء فضحوهم وردوا عليهم لعلمهم بخطرهم على الأمة نحن لا يسعنا أن نسكت عن شرهم فاللابد من بيان ما أنزل الله وإلا نكون كاتمين من الذين قال الله فيه من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعين فلا يقتصر الأمر على المبتدع بل يتناول الأمر من سكت عنه من سكت عنه لتناوله الذنب والعقاب لأن الواجب البيان والتوضيح للناس وهذه وظيفة الردود العلمية الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين كلها تذب عن الصراط المستقيم وتحذر من هؤلاء فلا يروج علينا هذه الفكرة فكرة حرية الرأي وحرية الكلمة واحترام الآخر إلى آخره نحن ما قصدنا الآخر قصدنا الحق ما قصدنا نجرح الناس والذي نتكلم في الناس القصد هو بيان الحق وهذه أمانة حملها الله العلماء فلا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء لكن مع الأسف لو يأتي واحد يرد على أمثال هؤلاء قالوا أنت متسرع أنت فيك وفيك هذا ما يستحق الرد لو سكت عنه لا ما اشتهر أمره لو سكت عنه ما اشتهر أمره إلى غير ذلك من الوساوس هذا لا يخذل أهل العلم أن يبينوا للناس شر هؤلاء دعاة الضلال لا يخذلهم لكن نقول لا بد من أهل العلم ما هو كل واحد يرد أو كل واحد لا لازم ما يتولى الرد إلا أهل العلم والبصيرة الذين يعرفون الخطأ من الصواب يعرفون الحق من الباطل ويعرفون كيف يردون وما هي الحجج والإجابة عن الشبهات ما هو كل واحد يرد ربما يرد جاهل أو نصف متعلم فيزيد الأمر شرا فيجب أن لا يتولى هذا الأمر إلا العلماء بل الراسخون في العلم نعم نعم هذا تتم للكلام السابق لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما متبعا لا مبتدعا مصدقا لا شاكا أو مترددا مسلما أو مسلما يعني مسلما للأمر لأن هذه الأمور محل تسليم ما هي محل جدال وإنما هي محل تسليم نسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا نجادل في هذا الأمر أو ندلي برأينا كما يقولون ندلي برأينا مع كلام الله وكلام رسوله لا نسلم لذلك سواء فهمنا أو لم نفهم نسلم نعم